مشاهدين الكرام لتعليقه على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من مرسين التركية رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار السيد غزوان قرنفول أهلا بكم أستاذ غزوان بداية قمة مرتقبة بين الرؤساء روسيا وإيران وتركيا بشأن يدلب واللجنة الدستورية كيف تقرأ هذه القمة وكذلك أهم الملفات التي ستناقش فيها بتقديري هذه القمة أهميتها أنها محاولة أو مسعى دولي فيما يتعلق بتفكيك بعض العقد المستعصية فيما يتعلق بملف إدلب فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة المفترضة في شمال سوريا كما تسعى إلى تركيا باعتبار أن هناك هلاف واضح تماما ما بين روسيا وتركيا بشأن منطقة شرق الفرات ومنطقة المنطقة الآمنة بشكل عام خصوصا أن هناك تناقض غير طبيعي بالنسبة وتبدلات في المواقف الأمريكية تجاه مسألة الانسحاب أو عدم الانسحاب من شرق الفرات فيما يتعلق بإدلب هناك يعني واضح أن هناك تحضيرات لعملية عسكرية ربما تكون واسعة النطاق بهدف استقصال هيئة تحرير الشام المصنفة كمنظمة إرهابية حتى في تركيا بالإضافة إلى أن هذا العمل العسكري هو واحد من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها سواء في سوتي أو حتى في مضمون القرار 22-24 لكن هنا منطقة الشمال السوري تعاني من خطر آخر غير هيئة تحرير الشام وهو خطر الميليشيات الكردية كيف ترى مواقف كل من روسيا والولايات المتحدة من هذه النقطة في ظل الرغبة التركية ببدء عملية شرق الفرات يعني على مستوى موقف الولايات المتحدة واضح أنه التردد الأمريكي سيد الموقف يعني يريدون الخروج من سوريا دون أن يدفع الكرد سمنا لهذا الخروج وأن تكون هناك منطقة آمنة إرضاءا لتركيا ولكن دون أن يكون أيضا الكرد سمنا لهذه المنطقة اليوم التصريح أو الإعلان الكردي خطوة مهمة بتقديري فيما يتعلق بفتح قنوات حوار مع تركيا وقطع العلاقات مع البيكيكي أنا أزعى منه يعني تلك النقطة جدا مهمة ويجب التقاطها من قبل السلطات التركية هنا نأتي إلى هذه النقطة هل تعتقد أنها يمكن أن توقف العمل المسلح؟ لا شيء يعني بطبيعة الحال ممكن لأنه أصلا العمل المسلح لم تنضج ظروفه الدولية يعني فيما يتعلق بتركيا لا روسيا راضية إلى الآن بأن تسمح لتركيا بإنشاء منطقة آمنة ولو الولايات المتحدة أيضا بطبيعة الرحال أعطت الضوء الأخضر لذلك وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا الأعلان أو تلك الرسالة من القوى الكردية في شمال سوريا بالحوار مع تركيا هي نقطة مهمة يجب استثمارها ومحاولة البناء عليها طيب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار صرح أن بلاده لن تسمح بفرض الأمر الواقع في المنطقة هل تعتقد أن دعم روسيا لتركيا في الشمال السوري فتح باب لهذا التصريح؟ أنا أعتقد أنه ليس هناك كارت بلانش روسي ممنوح لتركيا في شمال سوريا هناك نوع أو محاولات لمقايضات تجري بين روسيا وتركيا فيما يتعلق بإدلب لجهة أنه آن الأوان لاستحقاق محاربة جبهة النصرة التي كانت طالما تراهن تركيا على أن تعلن حل نفسها جبهة النصرة والانضمام إلى جبهة تحرير سوريا لكن بكل أسف نحن لا نتقن التقاط الفرص هذه القوى لا تتقن قراءة الواقع ولذلك ستدفع الأسمان اليوم ليس هناك في العالم من يسمح لمنظمة أو لكيان عسكري مصنف كقوى متطرفة وأرهابية بأن يكون له إمارة في تلك المنطقة وبالتالي أرى أن هناك مساحة توافق كبيرة بين روسيا وتركيا فيما يتعلق باستقصال جبهة النصرة في إدلب لكن هناك مساحات أيضا للخلاف فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا مختلاف الميليشيات الكردية بيكاكيب ويادا وغيرها من هذه الميليشيات التي تراها كثير من الدول أنها منظمة إرهابية عن التنظيمات الإرهابية المعترف بها رسميا في العالم يعني أنا من وجهة نظري لا أرى أن هناك خلاف يعني ليس السمة الدينية هو ما يسبغ على قوى معينة على أنها قوى إرهابية أو غير إرهابية يعني البيكاكيب لا يحمل أجندة دينية أو يعني يحمل فكر متطرف ديني إنما يحمل فكر متطرف قومي ويتصرف بتطرف على هذا الأساس وبالتالي لا فرق من وجهة نظري بين البيكاكي وبين النصرة وبين المؤسسات العسكرية الأخرى التي تتبنى نهج متطرف سيد غزوان قرنف الرئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا لك